فإحنا بصراحة رسالة من العراقية أردأ وأصلها وأنا جاد وصادق فيها اليوم وصلت لي رسالة من الشيخ عشائر من وجهاء من مثقفين من محافظة البصرة يجب على البصرة أن تعلن إقليم كافي بعض ظلم بصراحة فإحنا كافي ظلم إحنا لهالي حد بعد كافي ظلم إحنا نعلن البصرة أو المحافظات الجنوبية إقليم وننهي الموضوع حتى نأخذ استحقاقنا بشكل مثل ما يأخذ الإقليم استحقاقه لأي درجة هذا الموضوع جاد لأي درجة 70% يعني قوة اللي خاطبوكم من الشيوخ عشائر نعم استعدادات 70% تقدرت عدد لشيوخ العشائر؟ العشائر لا نسخة ما أعدد لك كل شي في حيني ما حتى واحد يعرف جدية الموضوع ومدى أنا جاي أقول لك الموضوع جاد بصراحة الموضوع جاد بالبصرة سأتكلمك عن البصرة ما راح أشمل المحافظات الجنوبية حتى لا تكلم عن غيري ويمثل حل؟ أنا جاي أقول لك البصرة وجهاء البصرة وشيوخ البصرة وممثلي البصرة المثقفين والسياسين في البصرة عددهم جدية بإعلان البصرة إقليم لأنه بصراحة كافي ظلم طيب يعني من 2010 ولحد الآن يقولون البصرة إلى 5 دولار بالبترو دولار من 2010 ولحد الآن البصرة ما مسدديها تعرف حيني جد نطلب 20 تريليون نطلب الحكمة الاتحادية من بترو دولار ليش ما تطيني؟ أنت رايح تحسب الإقليم تقول لك شتاعد الإقليم تقول على وزير المالية احتساب السنوات الماضية من النفقات لإقليم كردستان احتسابه حتى يقوم بتزديده أنت إذا سدد إقليم كردستان العفو اللي ما ينطيك ولا دينار ولا برمي النفط يطيك راح تحتسب السنوات الماضية والسددة أنا اللي جاء ينطيك 9% من ميزانيتك تروح تطيني تريليون واحد